موسيقى يكون لونه دهبي و يكون اسفنجية سخونة لا يمكنني أن نضغطها موسيقى بشكل موسيقى موسيقى سوف نضغطها و نضغطها بحيث نضغطها و من الجانب الاخر موسيقى من الجانب الاخر كانوا يشوفوا نتمنى تجربوها السلام عليكم و مرحبا بكم 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 في قناة نتمنىكم تكونوا بخير و على خير يا ربي وصفتنا لهذا اليوم سيكون بريوش سائل سوف نسميه كيك بريوشي أي مول يكون لديكم دائري نحتاج لكيك بريوشي نحتاج له نصف زيت نباتية و نصف سكر ساندة أو سكر حبيبات نضيف حليب و ياغورت هذا طبيعي جوج بيضات و مع القصغيرة الخميرة معجونة نضيف حليب فاني و نعزز نكهة القشور البرتقال و الحامض كانت في المجمد كانت مركز العصير و الحامض نضيف حليب ملحة لكي تیںضيف حليب و نضيف حليب و نضيف حليب و نضيف حليب فلنضيف الحكي و نضيف حليب من المجمد فلنضيف نضعه في المجمد لكي لا نسالي الخدمة لكي يكون هذا واجد و قطح لنا البريوشة او الكيكا تنزل بسهولة نجيب هنا واحد زلفة او لقينة اللي سنخدمه فيه بسم الله نحتاجه لخلاط كهربائي و لبطر و غربة بالفوي البيض هو الأول نضيف له مسكس سكر سانيدة و نبدأ نخدمه غرب الفوي غريت جانس البيض مع السانيدة نضيف الزيت حليب نضيف الحليب يكون الحليب دافي نضيف الحليب و نضيف الحليب حليب نضيف الحليب نضيف الياغوت نضيف المكونات كاملة نخرجها من فلاجة يساعد لأن هذا بريوش ماشي كيك كيك نخرجها من فلاجة من قبل ولكن البريوش يريد أن يخمر نضيف القبيصة الملحة نضيف القشيرة نضيف القشرة و نضيف القشرة والحمض الملحة جيدة نضيف الدقيق سوف نضيف دقيق 250 جرام دقيق سوف نضيف دقيق 1 جرام سوف نضيف دائما نضيف دائما وضيف الان انسيت ان اضفت الفاني بودرة سوف نضيف حدابة سوف نضيف حدابة سوف نضيف حدابة سوف نضيف حدابة نضيف حدابة من الأول نضيف حدابة نضيف حدابة نضيف حدابة اصب المول نضيف نضيف المول و نضيف مول هذا البريوش سنسرح الخالط نضيف حبيبات الشوكولات نضيف حبيبات الشوكولات لدينا القشور البرتقال ممكن نسموه بشوية زرارة نضيف حبيبة ذكرا ونضيف حبيبات الشوكولات نضيف حبيبات Large هل تلق DVD قطع الشوكولات نقطعهم مربعات ونضعهم على هذا الشكل كي يأتي هذه البريوشة ممتاز وسهل المضاق البرتقال ممكن أن يذهب مع علقة المربع البرتقال إذا كانوا يريدون شوكولات نكتره قليلا بحلاكة ونجعله يخمر على جنب نضغط بها غير قليلا سوف تخمر سوف يخرج هذا سوف يوجد بيضة صغيرة لكي تخمر سوف يدهن لها الوجه ونضغط بها ونضغط بها سوف نضغط بها ونضغط بها البريوشة أو الكيك بريوشة هذا هو خمر سوف تغطي شوكولات لا يجب أن يفوت بيضة ونضغط بها بيضة ونضغط بها قطرات الخل كي نضغط بها ونضغط بها ونضغط بها ونضغط بها ونضغط بها أريد أن نضغط بها ما هذا مثل كي نضغط بها هنا هنا فريغط بها كي نضغط بها كي نضغط بها سوف يضغط بها سوف يضغط فران يشغل على درجة حرارة 180 الى فرن كهربائي وفرن الغاز نسخنه ونقصه قليلا ونجعله طيب على عفية مهيلة سوف نشغل غير الجهة السفلة حتى يخرج جيدا ونشغل الجهة الفقانية حتى يتحمل قليلا سوف نضغطها في طبق التقديم ونزينها مع بعض يادنا نضغط المربع ونضغط العسل ونضغط العسل ونضغط لوجهة تلك المربع مربع قليلا قليلا مربع البرتقال ممتاز الكيك بريوشي يعني ما بين كيك و ما بين بريوش وهنايا غد ينرشها بجوز الهند كي تمشيها بزاف مع المربا و نقطع لكم واحد تريف كيف تكون من الدخل نسنع لها شوية برد نغبرها بجوز الهند الشكل نهائي كيك بريوشي شوفوا معي كيف يكون يسفن جالبنات و كتكون عالية كتجي ممتازة نتمنى انكم تجربوها فهنا دلت لها التزيين على هذا الشكل ورقة نعناع باش نحضروا الانتعاش لها البريوش نقطع معاكم واحدة طريف تشوفوها كيف تجي من الدخل بسم الله الموس كيدوز فيها بسهولة خفيفة خفيفة بسم الله نشوفو معي خفيفة انا نحيد الموس من هنا هيا هادي شوفو كيف يكون الدخل دياله ونحطي الدية هكا شوفوها نشوف من الجانب الاخر وشكين شوفوها شوكولا هنا نتمنى تجربوها البنات وكيف ديما الى عجباتكم الحلقة او الوصفة لا تردوش لايك للتشجيع ولكنت اول مرة تشوفوا القناة ديالي فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد خليتليكم الراحة في امان الله هيا موسيقى موسيقى